اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد هذا الدرس المهم جدا في اللغة الالمانية ومن بين اصعب التروس في اللغة الالمانية درسنا اليوم ان شاء الله هو الماضي المركب الماضي المركب باللغة الالمانية وهو das perfekt وهو الماضي المركب فتعني فقط كلمة الماضي يعني ما تقول في الماضي نقول in der vergangenheit ولا نقول in das perfekt فأردت فقط ان اعطيكم هذه المعلومة في العنوان ايضا اذا كما تلاحظون درسنا اليوم هو الدرس الخامس عشر من هذه السلسلة من سلسلة التعلم لغة الالمانية من السفر الاحتراف واردت ان اؤخر هذا الدرس حتى الدرس الخامس عشر نظرا لصعوبته ومكانته في اللغة الالمانية اذا سنبدأ درسنا اليوم بالنسبة الناس التي ستشاهد الفيديو او الدرس الى الاخر فانصحكم فقط بالقليل من التركيز واضمنوا لكم انكم ستفهموا الدرس وستزيلوا هذا العائق ان هذا الدرس يشكل عائق بالنسبة لكثير من الناس المبتدئة وغير المبتدئة في تعلم اللغة الالمانية اذا سننتقل الان إلى تعريف تعريف الperfect تعريف dasperfect dasperfect هو زمن الماضي المركب في اللغة الالمانية وهو من من الازمنة الاكثر سعمالا في اللغة الالمانية خصوصا في الكلام كما قلنا هو من اكثر من اكثر الازمنة سعمالا في اللغة الالمانية خصوصا في الكلام لماذا في الكلام؟ لأننا عندما نتكلم نقول شيء أو نروي بعض الأشياء فنستعمل في الكثير من الأحيان الماضي المركب وليس الماضي التام الذي هو باللغة الألمانية بختيغتهم لأن هذا الزمن بختيغتهم يكون في الكثير من الأحيان في الروايات إلى آخره لذلك فهذا الزمن يستعمل في كثير من الأحيان في الكلام أيضا في الكتابة بطبيعة الحال هنا لدينا معلومة أخرى زمن الماضي المركب في اللغة الألمانية يعتمد في سياغته على فعلان والذان يسمان بالأفعال المساعدة لا يكون الفعلان معا في جملة واحدة يكون فقط فعل واحد من الأفعال المساعدة يكون فقط فعل واحد ولا يبد أن يكون فعل مساعد إضافة إلى الفعل الرئيسي هنا سأعطيكم طريقة سياغة الماضي التام طريقة سياغة زمن الماضي التام تكون على هذا الشكل الضمير والذي يكون بطبيعة الحال دائما في أي جملة زائد فعل يكون أو يمتلك فعل يكون كما قلنا باللغة الألمانية وهو زين أو يمتلك لهو هابن في الحاضر نصرفهم مع الضمير الذي يكون مثال إيش نقول مع زين إيش بين أو هابن إيش هاب تماما كما هو في الحاضر نصرفه مع الضمير زائد المفعول به إذا كان لدينا مفعول به بطبيعة الحال زائد الفعل الرئيسي في الماضي التام الفعل الرئيسي يكون في participle perfect يكون في الماضي ويكون دائما في آخر الجملة الفعل الرئيسي يكون دائما في آخر الجملة سأعطيكم مثال صغير على هذه السياغة طريقة السياغة ونستطرق بعده إلى أمثلة أخرى هنا بايش بيل إيش أنا هو الضمير إيش هاب استعملنا فعل من الأفعال وهذه الأفعال تعتمد أيضا على شروط في أي وقت يجب علينا أن نستعمل فعل زاين وفي أي الأوقات يجب علينا أن نستعمل فعل هابن يكون أو يمتلكه تعتمد أيضا على شروط هنا فتعملنا فعل هابن يمتلكه إيش الضمير كما قلنا فعل يكون أو يمتلكه في الحاضر وهو كما تلاحظون هاب فهو في الحاضر إيش هاب فهي في الحاضر زائد المفعول به إذا كان لدينا مفعول به نستطيع أيضا أن نصرف هذه الأفعال في الماضي المركب بدون مفعول به إذا كان لدينا مفعول به فسنكتب المفعول به أول شيء بعد الفعل هابن أو زاين كما تلاحظون هنا آين كومبيوتر بعده يأتي الفعل الرئيسي في الماضي ويكون دائما في آخر الجملة كما تلاحظون هنا في آخر الجملة هنا النقطة هذا فقط أردت أن أعطيكم الفعل الرئيسي أو في الأصل فعل أصلي هنا هذه الجملة تعني أنا اشتريته حاسوبا أنا اشتريته حاسوبا فعل gekauft هو فعل kaufn يشتري يشتري هو فعل kaufn في في الماضي أعطانا gekauft gekauft اللاحظتم معي الآن الضمير زائد الفعل في المضارع أي في الحاضر زائد إذا كان لدينا مفعول به والفعل الرئيسي الفعل الرئيسي في هذه الجملة هو فعل يشتري أنا اشتريته ونقطة أخرى سأسرق ليها هنا ملاحظة فعل يكون أو يمتلك في هذه الحالة لا يعني أنا أكون أو أنا أمتلك في هذه الحالة لا يعني هذا الشيء فهو يكون فقط كفعل مساعد حتى نعطي الطريقة أو الصيغة الصحيحة للماضي المركب كما قلت لكم هنا فهذا لا يعني أنني إشهاب إذا قلنا إشهاب آين كومبيوتر إذا قلنا فقط إشهاب آين كومبيوتر بدون gekauft فهذا هذا الفعل يعني لدي أمتلكه أنا لدي حاسوب فقط لكن عندما يكون الفعل وفي آخر الجملة تشاهدون فعل آخر فهذا يعني أن هذا الفعل هو فقط فعل مساعد وليس هو الفعل الرئيسي أي عندما لا يكون الفعل الرئيسي لا يعني أمتلك أو أكون ملاحظة ثانية إعطاء فعل يكون أو يمتلك كفعل مساعد يعتمد أيضا على شروط التي سبق وذكرتها في الأعلى كما قلت لكم هناك شروط في أي وقت أو في أي حالة يجب علينا استعمال فعل يكون وفي ما هي الشروط أيضا التي يجب علينا استعمال فعل يمتلك كفعل مساعد فعل يكون سنبتدئ بفعل يكون والذي يستخدم مع الأفعال اللازمة الدالة على الانتقال من مكان إلى آخر أنا في المنزل سأذهب إلى المدرسة أنا في المدرسة سأذهب إلى إلى البحر أنا في البحر سأذهب إلى الطبيب أنا هنا سأذهب إلى هنا أو أنا في فرنسا سأسافر إلى ألمانيا أنا في ألمانيا سأسافر إلى المغرب أنا هنا إلى آخره يكون فيه انتقال من مكان إلى آخر سواء على الأقدام أو على سيارة أو بالقطار أو بالطائرة أو أي شيء كما كان هذا الانتقال في أي وسيلة دائما الانتقال من مكان إلى آخر أو تغيير تغيير في الحالة أنت كنت صغير كبرت أنت كنت مريض الآن معافى أنت كنت غني أصبحت فقير أنت كنت فقير أصبحت غني إلى آخره تغيير في الحالة فهذه النقطة تطرقت إليها في الفيديو التقديمي الذي فعلته قبل سابقا أعطيتكم فكرة عامة عن الموضوع وقلت لكم بأنه سيكون درس مبسط ومشروح بطريقة جيدة وهنا لدينا والأفعال الأخرى تأخذ فعل يمتلكوا أفعال أخرى من غير هذه الأفعال الأفعال أخرى تأخذ فعل يمتلكوا إذن هنا لدينا فابن من زاين أي الأفعال مع الفعل التي تأخذ فعل يكون أو تأخذ الفعل المساعد يكون كتبتها لكم هنا زاين هو زاين يأخذ أيضا زاين وهي يكون فابن وهي يصبح أو يصبح هنا لم أستطع أن أكتب لكم أيضا باللغة العربية فأعتذر يعني لم أستطع لأن الجدول كنت ملزم أن أرطم الجدول كبير جدا وبهذا الشكل لا أستطيع أن أصوره بالكامل سأقول لكم هذه الأفعال باللغة العربية تستطيعون أن تكتبوها زاين وهي يكون فادن وهي يصبح بلايبن وهي يبقى يبقى مثال يبقى في المنزل أو إلى آخره فاغن وهي يقود أو أيضا مثال نقول أنا أقود السيارة نعم أو التنقل أيضا من مكان إلى آخر على آخر عبر بالقطار أو بالسيارة أو أي شيء فاغن عندما تكون أنت الذي تقود وأيضا عندما تكون في شيء شيء ليس يمشي مثال القطار أو السيارة أو أي شيء ممهي يمشي من مكان إلى آخر ينتقل من مكان إلى آخر لكن في عربة أو في شيء الذي هو الذي يقود بك لوفن وهي يجري يجري أو يتمشى نستطيع أن نقول أيضا يتمشى غنن وهي يجري بسرعة فليغن وهي يطير تحطينا بمثال يطير من هنا إلى هنا مثال أنت ستطير بالطائرة فليغن كومن وهي جاء غيهن ذا يذهب شفيمن وهي يسبح وهي يقفز مثال عندما تكون في البحر وتقفز هادي يسمى تقفز أيضا على شيء في الأرض وأن تتقفز فلن وهي يسقط شتايغن شتايغن وهي يسعد إخوان سأشيل فقط إلى نقطة هنا مثال هنا شتايغن فهنا شتايغن هي يسعد أو شتايغن هي يسعد فوق أو شتايغن هي يخرج خرج أو أينشتايغن فهنا يكون بعض آآ كما نقول آآ يكون مثال من العائلة كمثال فهذه سأخذ أيضا الفعل زاين شتابن في دروس مستقبلية إن شاء الله سأعطيكم سأتطرق إلى هذا الموضوع لأن هذه الكثير من الكلمات أو الأفعال يتغير فقط حرف أو حرفان فيها وتعطينا معنى آخر سأسترق إليها إن شاء الله شتابن وهي يموتو باكسن وهي يكبرو مثال الطفل يكبر تخيتن وهي يضربو يضربو برجلي أو شيء كهكدا أو شتاين وهي يسيقدو يسيقدو لكن ينهدو يعني ينهدو أو فاخن وهي يسيقدو أين شلافن كما لاحظتم هنا أين شلافن هي يغفو يغفو تستعمل مع زاين لكن شلافن فقط شلافن تستعمل مع هادن فالأمثلة في الأسفل سأتطرق إلى الأمثلة أيضا آآ لندن وهي لندن أيضا نستعملوها مع الطائرة فليغن وهي يطير لندن هي عندما ينزلو ستاعتن وهي يبدأو فاندغن وهي يتجول لكن في الطبيعة مثال في الغابة أو في أرض أو في شيء آخر لأنه يتجول أيضا لكن الواسط المدينة هي شباتيغن غايزن وهي يسافر تسوركيغن وهي يعودو إذن هذه كانت الأفعال مع زاين الأفعال مع فعل هابن يمتلكو هي ديمايسن غيسلشن في بابن يعني الأفعال المتبقية ليست المتبقية لأن هذه الأفعال هي التي تستخدم في اللغة الألمانية بكثرة يوجد أفعال أخرى لا تستخدم في اللغة الألمانية لا تستخدم دائما قليلة الاستخدام أيضا تأخذ زاين لكنها قليلة جدا هذه هي الأكثرية التي تأخذ دائما زاين وهنا الآن سأعطيكم بايشبيل وهي أمثلة على الأفعال ليست أخذ زاين وليست أخذ هابن هنا هنا عندنا عندنا هنا الأفعال هنا مت زاين وهنا مت هابن هنا حاولت أن أكتب لكم أيضا باللغة العربية نزولا لطلب بعض الأشخاص الذين قالوا أنهم يريدون باللغة العربية أيضا لكن صراحة بالنسبة للناس أنا أقوم بدروس تدريجية الدرس الأول الدرس الثاني إذا بالنسبة للناس المبتدئون في اللغة الألمانية أو في تعلم اللغة الألمانية فعليهم أن يبدأوا من الدرس الأول هنا شرحت طريقة النطق وأعطينا كلمات كيف أن ننطق الكلمات إلى آخر إذا كنتم مبتدئون فأنصحكم بمشاهدة الدروس من الأول كي تستفيدوا لأنه هذا يمكن أن يفيدك هذا الدرس أيضا سأخذ فكرة عنه رغم أنك لا تستطيع أن تنطق الكلمات أو تقرأها بشكل صحيح سأخذ آآ في الجدول أعلى يأخذ أيضا فعل الزعين هنا كتبتها ليس بالشكل الصحيح ليست لديه لغة عربية في الكمبيوتر فأنا أحاول فقط آآ في الأنترنت أن أكتبها وألسقها هنا هنا لا توجد في اللغة العربية فكتبت لها كاف كاف وفي أيضا كتبت لها فا هنا زين في ال البرفكت فهو إيش بين أنا كنت هابن يأخذ هابن إيش هاب كي هابت إيش هاب مثل تقول إيش هاب وتقول أي شيء كي هابت كان لدي وهي وهي يصبح كما قلنا تأخذوا زين إيش بين جبودن هنا أيضا إيش بين جبودن شلافن كما قلت لكم شلافن فهو حالة خاصة لأنه أيضا كما قلنا تغيير يطرأ تغيير على الحالة فهذا أيضا تغيير تكون مستيقظ وتنام لكن هذه حالة خاصة لا يأخذ زين بل يأخذ هابن لكن الفعل الآخر هنا كما قلت لكم إن شلافن يغفو يغفو تكون مثال تكون تزفرج على التلفاز وتنام تغفو فهذا يسمى تغفو وليس شلافن شلافن كما قلنا إيش هاب كشلافن شلافن نومتو أين شلافن فكتبتو هنا أيضا إذن أين شلافن فيأخذ بين يأخذ فيعل زين إيش بين أين شلافن إيش بين أين شلافن فقط سأشير لكم إلى نقطة مهمة كما تلاحظون هنا فاستطرحونا السؤال لماذا أعطينا لماذا أصبح فيعل زين بهذا الشكل بيلاقي في الأول وهنا أيضا طرابة تغيير هنا كانت أين شلافن أصبحت في الدرس المقبل الدرس المقبل إن شاء الله سنسترق لأن هذا الدرس كما قلت لكم فهو من بين الدروس الصعبة في اللغة الألمانية لا يمكن أن أعطيكم جميع النقط في درس واحد لأنها سيكون هذا بالنسبة لكم أيضا صعب على طريقة الفهم عندما يكون هذا بالنسبة لكم أيضا صعب على طريقة الفهم يكون الدرس مكثف بكثير فهذا شيء يكون متعب أيضا بالنسبة لكم لكي تفهموا جميع الأشياء إذا في الدرس المقبل إن شاء الله سنتكلم عن أيضا عن البرفكت الماضي المركب لكن سنعطي الأفعال أفعال كثيرة سنعطي أفعال كثيرة وهذه الأفعال تكون لأن في اللغة الألمانية البرفكت الماضي المركب في اللغة الألمانية ففيه أيضا كما هنا ذاب المتزاين وذاب المتهاب أيضا هناك أفعال تصرف بطريقة وأفعال أخرى تصرف بطريقة أخرى هذا سيكون إن شاء الله هو درسنا المقبل سأعطيكم بعض الأشياء وبعض الحيل كيف تستطيعون أن تميزوا بين الأفعال وكيف أن تعرفوا أن تصرفوها رغم أن الفعل يكون جديد عليكم ولم تسمعوه قد فيمكنكم تصرفه في البرفكت إذن كما قلنا هنا أينشلافن إش بين أينشلافن هنا أسن أينشلافن كما قلنا شلافن هو ينام أينشلافن وهو يغفو أسن وهو يأكل يأخذ هذا لا يترأي تغير وليس هناك تغير المكان أو التهب من مكان إلى آخر لذلك يأخذ هابن إش هاب جيزن إش هاب جيزن وهنا يعطينا الذهاب نذهب من مكان إلى آخر هنا إش بين جيغانغن إش بين جيغانغن هناك فعل زاقن وهو فعل يقولو يأخذ فعل هابن إش هاب جيزن إش هاب جيزن هنا فعل كومن يأتي كما قلنا أيضا تنقل من مكان إلى آخر إش بين جيكمن إش بين جيكمن وهنا فعل زاقن هو الذي يرى يرى إش هاب جيزن إش هاب جيزن إذا كما لاحظتم هذا كان هو درس اليوم فكتبت هذا الشيء في الأول لاحظتم كم كتبت من الأشياء إذا أردت أن أعمل بنفس الطريقة القديمة التي كنت أعملها أكتب وأسجل الفيديو في نفس الوقت فهذا الوقت سيكون طويل جدا جدا سيكون في الفيديو قرابة ساعتين لهذا حاولت أن أكتب الدرس قبل التسجيل إذن كان إخواني وأخواتي هذا هو درس اليوم مثال تكلمنا عن الماضي المركب وأعطينا تعريف عنه وصياغة طريقة صياغته مثال عن الصياغة وأعطينا أيضا بعض الإنفوماتيون ذهبت باللغة العربية لا نسيتها أعطينا أيضا بعض المعلومات عن فعل هابن وزاين في هذه الحالة أنه لا يعني أكون أو أمتلكه أعطينا الأفعال التي نستعملها مع زاين والأفعال التي نستعملها مع هابن وهنا بعض الأمثلة بعض الأمثلة حتى تشاهدوا كيف نقوم بتصريف هذه الأشياء وكيف يكون الماضي التام إذن كما قلنا الدرس المقبل إن شاء الله سيكون أيضا حول الماضي المركب حول الماضي المركب لكن في هذا الدرس إن شاء الله سنعطي كثير من الأفعال مع تصريفها وأيضا سنعطي أيضا كما قلت لكم فهناك أفعال تصرف بطريقة وأفعال أخرى تصرف بطريقة أخرى تسمى و سنترق إليها في الدرس المقبل أدعوكم إلى مشاهدة الدرس المقبل أيضا لكي تستفيدوا وتفهموا هذا الدرس بطريقة جيدة إذن كان هذا هو درس اليوم إخواني واخواتي أستودعكم الله وإلى درس قادم إن شاء الله